اشتركوا في القناة 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 او استخدام المصفوفة وبعد كده تعاملنا مع حل المتبينات من الدرجة الاولى سواء في متغير واحد او متغيرين وبعد كده تعاملنا مع البرمجة الخطية ده كده محتوى منهج الجبر اما حساب المثلثات تعاملنا بداية مع المتطبقات المثلثية طبعا نفتكر كل كلام ده النهاردة ان شاء الله وبعد كده اتكلمنا مع القطاع والقطعة الدائرية وكدنا عن مساحات بعض الاشكال كل ده ان شاء الله نفتكره مع بعض النهاردة وعادك تكون مركز وكون عندك روح حلوة كده ان شاء الله بإذن الله عشان ربنا يكرمك وتعدي في امتحان الفرصة التانية تعالوا نبدأ كده الاول ببسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نبدأ مع بعض اول سؤال بقول لي اذا كانت المصفوفة الف على النظم اتنين في تلاتة وحاصل ضرب المصفوفة الف في المصفوفة به على النظم اتنين في اربعة فإن به مد اللي هي مدور المصفوفة به مصفوفة على النظم نقط كلام جميل جدا يبقى دلوقتي ايه بديك بديك المصفوفة الف بديك المصفوفة الف ومديك المصفوفة به ومديك حاصة ضرب المصفوفتين قال لي المصفوفة ألف على النظم كام يا حبيبي على النظم اتنين في تلاتة قلنا طبعا النظم عبارة عن ايه عبارة عن رقمين الرقم الاول يدل على ايه على عدد الصفوف طب الرقم التاني عدد الاعمدة هو مديني نظم المصفوفة الاولى اللي هي المصفوفة ألف على النظم اتنين في تلاتة ومديني مصفوفة ألف به يعني مديني حاصل الضرب على النظم 2 في 4 خد بالك من الكلام المطلوب إيه؟ المطلوب عايز نظم المصفوفة به مد يقول لي خلاص أنا هجيب نظم المصفوفة به الأول لو جبت نظم به أقدر أجيب نظم به مد يبقى العملية مرتبة يبقى أنا دلوقتي مديك مصفوفة ألف على النظم كم في كم يقول لي على النظم 2 في 3 طب والمصفوفة حاصل الضرب عبارة عن إيه؟ يقول لي 2 في 4 يقول لي أيوة ما أنا افتكرت حاصل الضرب ده عبارة عن إيه؟ يقول لي أيوة عبارة عن الأول الأول مع الأخير يبقى ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن 2 في 4 قلنا نظم حاصل الضرب يقول لي أيوة احنا خدنا شرط مهم عند ضرب المصفوفات لازم يكون النظم بتاع حاصر الدارب عبارة عن ايه يقول لي ايوة باخد الرقم الاول مع الرقم الاخير اللي هو اتنين فاربعة كان فيه شرط مهم جدا فاكرينه يقول لي ايوة كان لازم يكون عدد صفوف المصفوفة التانية يساوي عدد اعمدة المصفوفة الاولى يقول لي ايوة افتكرت يعني لازم دي تلاتة يبقى هنا ابدأ بيه حبيبي ابدأ بتلاتة قلنا يبقى ده شرط مهم وضروري عند شرط مهم لايجاد او لايجاد حاصر الدارب مصفوفتين ايه هو يقول لي ايوة عدد صفوف المصفوفة التانية تساوي عدد اعمدة المصفوفة الاولى طيب ونظم المصفوفة النتيجة يقول لي ايوة الرقم الاول في الرقم الاخير اذا قدرت احصل على نظم المصفوفة به على النظم الكام يا حبيبي يقول لي على النظم تلاتة فاربعة طيب ده هو مش عايز نظمة به ده هو عايز نظم المدور يقول لي سهلة عايز نظم المدور ايوة اقلب الصفوف اعمدة واقلب الاعمدة صفوف صفوف كده افتكرنا مدور المصفوفة يقول لي ايوة كل صف يعني الصف الاول يتقلب عمود اول الصف التاني عمود تاني وهكذا اقلب الصفوف اعمدة او الاعمدة الى صفوف كده افتكرنا الموضوع يقول لي ايوة يعني هيبدل الصفوف بالاعمدة تعالى بدل معايا ايوة يبقى نظمة به مدل عبارة عن ايه يقول لي عبارة عن النظمة اربعة فيه تلاتة واللي اختيار رقم تلاتة يبقى القصة سهلة عرفتنا الاول رجعنا مع بعض شرط ضرب المصفوفات يقول لي ايوة لازم يكون عدد صفوف المصفوفة التانية يساوي عدد اعمدة المصفوفة الاولى طيب المصفوفة النتجة عبارة عن ايه يقول لي الرقم الاول لو عدد صفوف المصفوفة الاولى في الرقم التاني في المصفوفة التانية اللي هو رقم الايه الاعمدة في المصفوفة التانية تعالوا مع بعض نشوف السؤال رقم اتنين يقول لي عندي المصفوفة تلاتة اتنين واحد تلاتة اتنين واحد على النظم ومدين اختيارات يقول لي ايوة انا بجيب النظمة عبارة عن ايه للسائلين عبارة عن رقمين الرقم الاول عدد الصفوف طب الرقم التاني عدد الايه الاعمدة يقول لي تعالي نعد مع بعض كده ايوة حبيبي يعده معايا يقول لي ايوة ده عبارة عن ايه يقول لي صف واحد طب كم عمود تعالي نعد كده مع بعض اده العمود الاول اده العمود التاني اده العمود التالت واحد قال لي طيب انا هقول عن النصم ثلاثة في واحد اقول له حاسب لازم الترتيب يعني ابدأ باي الاول أبدأ بعدد الصفوف الأول وبعدين عدد الأعمدة يبقى دي على النظم كمف كم يا حبيبي يقول لي أيوة عدد الصفوف صف واحد في عدد الأعمدة ثلاثة يبقى على النظم واحد في ثلاثة والاختيار رقم الاختيار رقم جيم تعاني شوف السؤال رقم ثلاثة بقول لي كده أي المصفوفات الآتية ليس لها معكوس ليس لها معكوس ضربي كلام رائع جدا تعالوا نفتكر مع بعض المصفوف الضربي فاكر يقول لي أيوة المصفوف الضربي كان لازم أعمل إيه فاكر ولا أفكرت يقول لي أيوة لازم أجيب المحددة الأول يبقى عشان شرط ضروري ومهم لكي يكون المصفوفة معكوس ضربي أيوة لابد أن تكون المحددة ملها لا تساوي صفر قيمة المحددة لا تساوي صفر طيب لو تلعب بصفر تسمى مصفوفة منفردة أو شازة ولا يمكن إيجاد معكوس ضربي للمصفوفة حلو الكلام سهل الكلام رائع كلام تاني تاني كلام في شرط مهم وضروري لإيجاد المعكوس الضربي للمصفوفة أيوة إيه هو يقول لي أجيب قيمة المحددة والله لو قيمة المحددة طلعت لا تساوي صفر أي المصفوفات الآتية ليس لها معكوس ضربي يقول لي أجيب المحددة تعالى نجيب الأولى قادي الأولى إيه قادي نجيب كده أسميها ألف واجيب المحددة بتاعتنا قادي المصفوفة ألف واحد تلاتة اثنين خمسة تعالى نجيب محددة ألف تعالى نجيب محددة ألف يقول لي أيوة هنعمل كده قادي المحددة أحط واحد ثلاتة اثنين خمسة فاكر الضرب يقول لي أيوة حاصل ضرب عناصر الكتر الرئيسي واحد في خمسة بخمسة ناقص حاصل ضرب عناصر الكتر الآخر اتنين في تلاتة بستة يبقى بتساوي سالب واحد يقول لي الله ده تلعت لا تساوي صفر تلعت بعدد يبقى دي يمكن إيجاد المعكوس الضربي ولا لأ أيوة يمكن طب هو عايز إيه ده هو عايز المصوفة التي لا يمكن إيجاد معكوسها الضربي الله يعني هو عايز المصوفة الإيه المنفردة إمتى لما يكون قيمة المحددة بتساوي صفر ده المحددة تلعت بصفر لأ يبقى دي لها معكوس ضربي تعالوا شو في السؤال رقم اتنين رقم اتنين المصوفة به بتساوي نشو المصوفة اللي بعدها سالب واحد اربعة اتنين تمانية هنجيب ايه اتفاقنا ايوة اتفاقنا نجيب المحددة تعالوا مع بعض نجيب محددة به بتساوي المحددة سالب واحد اربعة اتنين تمانية من اللي هيفك معايا ويسمعني ايوة خلاش عرفتنا اللعبة وسالب واحد في تمانية بسالب تمانية ناقص اربعة في اتنين بتمانية سالب تمانية وسالب تمانية سالب ستاشر هل بتساوي صفر لأ يبقى دي ليست منفردة يبقى يمكن ايجاد المعكوس الضربي يبقى بيجين مطلوبة خش على السؤال اللي بعده قال لي ايه بقى السؤال اللي بعده قال لي المصفوفة جيم عبارة عن المصفوفة جيم عبارة عن اتنين ستة تلاتة تسعة هنجيب المحددة محددة جيم بتساوي ايوا بيلي بيقول معايا ايوا 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 اتنين ستة تلاتة تسعة جميل جدا ايوا حبيبي ايوا سمعت اتنين في تسعة الله عليكو تمنتاشر ناقص تلاتة في ستة تمنتاشر ايوا الله ده ناتج الترحب كام ناتج الترحب صفر اذا دي مصفوفة ايه ايوا سمعني برافو عليك مصفوفة منفردة اذا لا يمكن ايجاد المعكوس الضربي للمصفوفة جيم ازلني كلا الكلام سهل جدا يقول لي طيب فكرني بقى بالمرة ازاي يجيب معكوس ضربي اه طبعا دي قلنا كلا الحل بتاعنا اه بقول لك اي المصفوفات الاتية ليس لها معكوس ضربي يعني اتفقنا نسمي ايه يا حبيبي ايوا مصفوفة منفردة يعني ايه يعني محددة المصفوفة بتساوي صفر اما فوق المحددة قيمتها بتساوي صفر ولا يمكن ايجاد المعكوس الضربي والحل بتاعي ها المصفوفة ايه المصفوفة جيم طيب لو كانت مصفوفة بقى غير منفردة يعني قلت لها كده زي المصفوفة الف اللي حللها من شوية عبارة عن واحد اتنين تلاتة خمسة يقول لي فكرني كده لو قال لي اوجد الف مينوس ون يعني المعكوس الضربي للمصفوفة الف اعمل ايه قلنا اول خطوة بنجيبها يا حبيبي يقول لي ايوه اول خطوة بنجيب المحددة اقول كده محددة قلب بتساوي لسه جايبينها واحد تلاتة اتنين خمسة فك معايا واحد في خمسة خمسة اتنين في تلاتة بستة واوعى تنسى ناقص يديني سالب واحد لا تساوي صفر ايوه يبقى يمكن ايجاد المعكوس الضربي للمصفوفة الف برمزه ايه برمزه بالرمز الف مينس ون او الف سالب واحد اللي هي المعكوس الضربي للمصفوفة الف طب بجيبه ازاي ايوه المحددة دي كنت بسميها دلتة فاكر المحددة كنت بسميها دلتة فاكر ايوه Def مينس ون واحد على دلتة واحد على دلتة يعني كم يعني LAUGHTER على سالب واحد طب وبعدين وحط المصفوفة الف احطاها زي ما هي طبعا لأ مين الشاطر اللي فاكر ايوه الله عليك يقول لي ايوه ببدل عناصر القطر الرئيسي اهو القطر الرئيسي قدامنا هعمل كده يعني هبدل عناصر يعني الخمسة مكان الواحد والواحد مكان الخمسة يبقى بدلت عناصر القطر الرئيسي طيب والقطر الآخر اعمل فيه ايه انزله زي ما هو طبعا لا اما الاعمل ايه نوجد المعكوس الضربي لعناصر ها القطر الآخر واللي ايوة افتكرت يعني هنغير اشارات يعني لو كان سالب يخليه موجب ولو كان موجب يخليه سالب يبقى هنا موجب كام موجب ثلاثة ايوة يبقى سالب ثلاثة هنا موجب اتنين ايوة يبقى سالب اتنين وانتهت المسألة يبقى تعان صفي واحد على سالب واحد يعني سالب واحد هضرب كل حد في سالب واحد يقول لي سهلة يعني غير الاشارات يبقى دي موجبة تبقى سالبة دي سالبة تبقى مجابة سالبة تبقى مجابة مجابة تبقى سالبة وحصلت على المعكوس الضربي للمصفوفة تاني قلنا واحد على المحددة حل والمصفوفة اللي بقى يبقى بعمل ايه يقول لي بدل عناصر القطر الرئيسي بدل عناصر القطر الرئيسي طب والقطر الاخر يقول لي هات المعكوس الجامعي يعني ايه المعكوس الجامعي يعني غير اشارة يقول لي ايوة افتكرت لو سالب خليه موجب طيب لو موجب أخليه سالم كده افتكرنا مع بعض إمتى تكون المصفوفة منفردة وإمتى تكون المصفوفة لها معكوس ضربي تعالوا نشوف السؤال اللي بعده احنا قلنا النهاردة راجع جبر مع مسلسات نفتكر قلنا كده الدوال المسلسية الأساسية يقول لي أيوة تعالوا فكرني أقول له جا ألف أو جا سيتا جا تا سيتا زا سيتا يقول لي آه الجا سيتا اللي جا ساين سيتا جا تا سيتا كوزاين سيتا زا سيتا تان سيتا دي بسميها يا حبيبي الدوال المسلسية الأساسية تبليهم مقلوبات أيوة واحد علاجاء مقلوب الجا إيه يقول لي قطع بلعب إيه بحول الجيب إلى قاف وما فاشته بحطلته عرفت اللعبة يبقى قلنا مقلوب الجا مين مقلوب ده اللي تجيب يقول لي أيوة قاطع التمام مين قاطع التمام اللي هو قطع الزاوية يبقى مقلوب الجا إيه قطع مقلوب جا سيتا قطع سيتا طب مقلوب جا تا سيتا قا سيتا مقلوب زا سيتا زا تا سيتا يبقى عندي ثلاث دوال مسلسية أساسية أساسية اللي هو ما مين حبيبي يقول لي أيوة جا سيتا وجتا سيتا وزا سيتا طيب وثلاث دوال مقلوبات مين يقول لي قطع سيتا وقا سيتا وزا تا سيتا حلو الكلام فاكر قلنا إيه قلنا الله دا لو ضربت دا اللي في مقلوبها هيديني المعكوس الضربي طبعا زي زمان فاكر لما كنت بقول لك المعكوس الضربي للعدد اتنين كان كام كان نص أقول لك اضرب اتنين في نص في كام يقول لي بواحد ما اضرب عدد في معكوس الضربي يديني كام يديني واحد أقول لك تلاتة في تلت واحد خمسة في خمس واحد عدد في معكوس الضربي ايوه يسوح نفس الكلام في الدولة المسلسية لما اضرب دلة المسلسية في مقلوبها يديني المحايد الضربي يديني واحد يبقى نفتكر كلا مع بعض يقول لي ايوه يعني جا سيتا فقا سيتا واحد طيب جا سيتا فقا سيتا واحد طب زا سيتا فزا سيتا واحد تعالوا شوف مسألة كلا بقول لي اوجد القيمة العددية للمقدار خمسة جا سيتا ضرب تلاتة قا سيتا يقول لي ايوه ما نعرفها الجا سيتا فقا سيتا دلت مقلوبها واحد قال لي لأ انا همشي سنة سنة هقول كده خمسة هقول كده خمسة جا سيتا في تلاتة يقول لي ايوه هحول القا مقلوب الجا كأنها واحد على جا سيتا ويقول لي جا سيتا مع جا سيتا خمسة في تلاتة بكام بخمستاشر والاختيار رقم دال تمام واحد لماح قال لي خلاص انا مش اعمل الخطوة دي انا عارف ان القا مقلوب جا يبقى حاصل ضربه ويديني ايه يديني واحد برابو عليك اشتغلتها كده صح اشتغلتها كده صح واحد لماح قال لي انا عارف ان الجا سيتا مقلوبها قا يبقى حاصل ضربهم محايد ضربي واحد يتفضل ايه خمسة في تلاتة بخمستاشر والاختيار رقم دال دي جت في اختبار في اختبار في اختبار متطبقات عشان تبقى متع عندك عايزك تركز معايا قلنا عندك تلاتة متطبقات اساسية تعرفهم معايا كده بالراحة الاولى المتطبقة الاولى جا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا بتساوي واحد يقول لي حلو الكلام يعني لو لقيت جا تربيع زائد جا تربيع لا اي زاوية ايوة اشلها وحط بك انا واحد سهل الكلام طيب المتطبقة التانية ومستنتجة من المتطبقة الاولى واحد زائد زا تربيع سيتا تعالي اكتبهم مع بعض عشان افكرها كده تعالي اكتبهم مع بعض عشان افكرها قلنا كده المتطبقة الاولى جا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا بتساوي واحد يقول لي خلاص يبقى دي المتطبقة رقم واحد انا لقيت جا تربيع زائد جا تربيع ايوة لا اي زاوية ايوة اشلها وحط واحد سهل الكلام طب المتطبقة رقم التين اقول كده واحد زائد زاتر بيع سيتا بتساوي ايوه قاتر بيع سيتا حلو الكلام والكلام ده على فكرة المتطبقة التانية مستنتجة من المتطبقة الاولى يقول لي يعني انا لو شلت لو لقيت واحد زاتر بيع دي اشلها وحط ما كانها قاتر بيع سيتا طب المتطبقة رقم تلاتة خد بالك حط تهل المتطبقة التانية كده الكلام بقى سهل يقول لي ايوه يعني واحد زائد زاتر تربيع سيتا بتساوي ايوه سمعني الله عليك قاتر تربيع سيتا يبقى ثلاث متطبقات اساسية طب بنستبدك بينهم حاجة طبعا طبعا اقول لك كده الاساسي انا اروح على اي مسألة متطبقات اقول لك اسمت صحة المتطبقة اول حاجة يا حبيبي اعمل ايه حلو ادور على اي متطبقة من التلاتة اللي معايا لقيت جاتة تربيع جاتة تربيع لاي زاوية اشلها وحط ايه واحد لقيت واحد زاتة تربيع جميل جدا اشلها وحط قاتر بيع لقيت واحد زاتة تربيع اشلها وحط قاتر بيع رائع جدا الكلام طيب ما لقيتش اي متطبقة من دول اتصرف ازاي ايوة جميل جدا ارد كل دلل اصلها يقول لي مش فاهم اقول له تعالى فاهمك لو لقيت زاسيتا يقول لي ايوة زاسيتا الوحدة كده اعمل ايه يقول لي شيلها وحط مكانها جاسيتا علاجتها سيتا حلو الكلام اهو لقيت كده لقيت زاسيتا اعمل ايه اقول له بتساوي جاسيتا علاجتها سيتا معايا حبيبي طيب لقيت زاسيتا يقول لي مقلوبها الزاسيتا مقلوب الزا اقلب يبقى جاسيتا علاجتها سيتا طيب لقيت قاسيتا اعمل ايه اردها لاصلها يقول لي نعرفها دقا مقلوب مين يقول لي ايوة اقا مقلوب الجتا يبقى واحد علاجتها سيتا طيب لو لقيت قاسيتا اعمل ايه يقول لي ايوه عارفها القطة مقلوب الجاه يبقى واحد على جاسيته يبقى كلي عارفتها السر في التعامل مع المتطفقة المثلثية يتسمع الكلام هيبقى متعة يقول لي ايوه يعني اول لقطة في المتطفقة بعمل ايه بدور على المتطفقات الاساسية التلاتة اللي انا عارفهم لقيتهم ايوه اعوض بيهم طيب ما لتهمش اعمل ايه افرد لقيت دلة في قلبها يقول لي بواحد طيب ما لقيتش حاجة من دول اعمل ايه رد كل دلة الاصلها رد كل دلة الاصلها طب رد علي كده لقيت قى اشلها وحط ايه الله عليك واحد علجة سيتا طيب لقيت قى تسيتا ايوه يا بنت يقولي معايا لقيت قى تسيتا يقول لي واحد علجة سيتا مقلوب الايه مقلوب الجا طيب لقيت زا سيتا أشيلها أورد للجا والجتا يبقى جا سيتا على جا سيتا طيب لقيت زا تا سيتا يبقى مقلوب الزا يبقى جا تا سيتا على جا سيتا كده خد الأساس تعالوا بقى نطبق الكلام ده على التمرين تعالوا مع بعض نشوف السؤال طالب مننا إيه بقول لي اثبت صحة المتطبقة ودي جات في امتحان الدور الأول ودي جات في امتحان الدور الأول إثبت صحة المتطبقة جا سيتا جا تا سيتا افتح قوس زا سيتا زا تا سيتا بتساوي واحد هنشتغل على الطرف مين يا حبايبي أيوة واضح جدا هنشتغل على الطرف الأيمن لقل لي اتفقنا هندور على إيه قول معايا جميل جدا هندور على إحدى صور المتطبقات اللي احنا واخدينها يا ترى في صورة موجودة عندي هنا يقول لي لا ولا صورة موجودة الصورة الأولى جا تربيع جا جاتها تربيع مش موجودة طب الصورة التانية واحد زا تربيع مش موجودة الصورة التالتة واحد زا زا تربيع برضو مش موجودة أعمل ايه قول انت بقى الله عليك الله عليك لما بتقول معايا الله عليك يا بنتي لما بتقولي معايا ما انت لدي تتكلمي وتركزي وتحلي بأيديك عشان تتمتعي وتفهمي يقول لي ايوة ارد كل ده اللي القص لها تعالوا مع بعض يبقى جا سيتا بنت حلال يبقى دي القص ادي جا سيتا جا سيتا زي ما هي افتح قوس يلا حد يمليني ازا سيتا عبارة عن ايه الله عليكم عبارة عن جا سيتا على جا سيتا طب الزا سيتا عبارة عن ايه يقول لي عبارة عن جا سيتا على جا سيتا كده الكلام رائع جدا وسهل جدا احنا ليه عملنا كده انا اول حاجة دورت على المتطفقات التلاتة اللي معايا ما لقيتش ولا واحدة ما لقيتش ولا واحدة قلنا نعمل ايه ارد كل ده للاصلاء طب قابلت ايه قابلت الزا اشلق وحط ايه قولي معايا الله عليك يا ابني جميل جدا اشيل الزا سيتا وحط جا سيتا على جا سيتا حلوة اللعبة سهلة اللعبة طيب بعد كده اللي بعديها بعد الزا لقيت ايه لقيت زا سيتا اشيلها وحط ايه جميل جدا اشيلها وحط جا سيتا على جا سيتا انا هنا عندي سكتين للحل بعد الخطوة دي عندي طريقين للحل الطريق الاول يقولي هنوزع جا سيتا جا سيتا ايوة مضروبة في القصد كله ايوة الضرب يوزع على الجمع فاكر يقولي ايوة هنوزع جا سيتا جا سيتا هضربها في الاول وبعدين جا سيتا جا سيتا هضربها في التاني هوزع كم مرة مرتين تعال وزع معايا اقول له جا سيتا جا سيتا في جا سيتا على جا سيتا يقول لي حلوة جا سيتا راحت مع مين ايوة اقول معايا راحت مع جا سيتا يتفضل جا سيتا في جا سيتا بجا تربيع سيتا حلو الكلام رائع الكلام سهل الكلام زائد هنضرب برضو جا سيتا جا تا سيتا في الحد التاني يقول لي ايوة جا سيتا جا تا سيتا هنضربها في جا تا سيتا على جا سيتا الجا سيتا مع الجا سيتا يتفضل جا تا سيتا في جا تا سيتا بجا تربيع سيتا حد يلاحظ حاجة ايوه انا مش اقول جاء تربيع سيتا زائد جاء تربيع سيتا الله عليكم لما بتركزوا انا سامع الناس كلهم يقولوا الله دي اول متطابقة اللي قمتها في كام واحد وكلا وصلتي للطرف الايه الايسر وهو الايه المطلوب وانا اصلا بادئ بالطرف الايه حبايبي الايمل كلا الكلام لما نمشي خطوة خطوة كلام رائع جدا وممتع جدا تالي متطابقة لقيت اي صورة من الصور التلاتة اللي عندك ايوه عوض بيها طيب ما لقيتش اعمل ايه رد كل دل للاقصتها لقيت قتا شيلها وحط واحد على جاء لقيت قا شيلها وحط واحد على جاء طيب لقيت زاء قول انت بقى جميل جدا شيلها وحط جاء سيتا على جاتا سيتا طيب لقيت زاطا يبقى جاتا سيتا على جا سيتا وزعت ايوه بعد ما وزعت ايه اللي فضل عندي فضل عندي جاء تربيع زاءت جاتا تربيع عارفينها المتطبقة الاولى بتساوي واحد ايوه وصلنا للطرف الايصر ومفيش احلى من كده تعالوا مع بعض نشوف السؤال ايه اللي بعده هنرجع تاني مرة تانية للمصفوفات بقول لي ايه مديني مصفوفتين المصفوفة الف على النظم كم في كم قول لي انت بقى كده ايوه طبعا عد الصفوف واحد اتنين عد الاعمدة واحد اتنين ايوه دي مصفوفة مربعة ليه قلت مربعة عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة أقولك على النظم ثلاثة في ثلاثة مربعة على النظم واحد في واحد مربعة ليه عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة طيب لو قلت لك على النظم اتنين في ثلاثة يقول لي لا دي مصفوفة مش مربعة ليه عدد الصفوف لا تساوي عدد الأعمدة وبسميها مصفوفة مستطيلة طيب مديني مصفوفتين المصفوفة ألف على النظم التين في التين والمصفوفة به على النظم أيضا التين في التين وكان المصفوفة سين زائد المصفوفة ألف ضرب المصفوفة به بالساوي مربع المصفوفة ألف رائع جدا أوجد سين مد الله عايز مدور المصفوفة سين يقول لي خلاص قبل ما جيب المدور لازم أجيب من الأول يا حبيبي يقول لي أيوة لابد من الحصول على المصفوفة سين أولا يقول لي الله ده دي معادلة مصفوفية إيه رأيك بقى تعالى نحل هذه المعادلة يقول لي أنت عايز إيه أقول لي عايز أوجد المصفوفة سين يقول لي يبقى لازم أخلي المصفوفة سين في طرف وبقية الحدود كلها في الطرف الآخر يقول لي حلو الكلام يبقى المصفوفة سين بتساوي بتساوي ايه بتساوي مربع المصفوفة الف لالف تربيع دي موجب الف به تروح الطرف التالي بكام ايوة من طرف لطرف نعمل ايه نغير الاشارة يبقى سالب الف به خدوا لكم حبادي من الكلام الرياضة مضعتها في ايه ان انا عندي اكتر من طريقة للحل وده اللي بيخلي مادة الرياضة او الرياضيات منتعة جدا طيب انا عندي اكتر من طريقة يبقى انا هفكر باكتر من طريقة يبقى عندك ايه عندك كلا حاجة جميلة وعندك ساعة افق انك تقدر توجد حلول مشاكل باكتر من طريقة فدي حاجة منتعة المتعة يقول لي طيب قال لي الوقتي عندي سكتين للحل السكة الاولى قلنا ايه قلنا انت عايز ايه الاول قلنا عايز المصفوفة سين مد يقول لي مش هقدر اجيبها اقول ليه يقول لي انا ما عنديش المصفوفة سين اصلا يبقى انا هجيب ايه اول المصفوفة سين طب هو بديك ايه بديك محادلة مصفوفية شكلها ايه المصفوفة سين زائد الف به بتساوي الف تربيع يقول لي اول خطوة هجيب السين في طرف وكل حدود التانية في الطرف الاخر وده اللي عملنا اهو المصفوفة سين بتساوي ايه يقول لي مربع المصفوفة ألف ناقص حاصل الضرب ألف به أنا عندي سكتين للحل طريقين للحل أيوة سمعني كده طريق يقول لي أيوة أنا هجيب ألف تربيع الأول وبعد كده أجيب ألف به حاصل الضرب وبعدين أطرح صح طب أجيب ألف تربيع إزاي أنا سامح حدي بيقول لي هربع العناصر حاسب اوعى اوعى تغلط الغلطة دي وإلا هتضيع الدنيا كلها يقول لي أيوة ألف تربيع عبارة عن إيه عبارة عن ألف ضرب ألف افتكرت اوعى تربع العناصر ألف تربيع اوعى تربع العناصر يقول لي أيوة افتكرت هضرب ألف في ألف المصفوف ألف في المصفوف ألف أدي سك السكة التانية يقول لي هجيب ألف به هجيب حاصل ضرب المصفوفتين هجيب حاصل ضرب المصفوفتين الناتج من الأول مع الناتج من الثاني أعملهم عملية طرح نحصل على الحل دي السكة الأولى طب يا ترى فيه سكة أسهل وأجمل أيوة يقول لي واحد لماح يقول لي الله إيه رأيك تعالى كده ألم لاحظ أن هنا ألف تربيع وإنا ألف به إيه رأيك لما أخذ المصفوفة ألف عام المسترك حلو الكلام أنا لاحظت هنا الحد الأول عبارة عن إيه عبارة عن ألف تربيع طب والحد الثاني عبارة عن ألف به يقول لي الله ما ناخد المصفوفة ألف عام المسترك إقسم الأول على المسترك ألف تربيع على ألف يتفضل عندي المصفوفة ألف ناقص ألف به على ألف يتفضل المصفوفة به والكلام كده بقى أسهل جدا يقول لي كلام رائع جدا قادي المصفوفة ألف هنا المصفوفة ألف أيوة وهنا إيه بقى ألف فرق به الله ده المصفوفة ألف عبارة عن إيه يقول لي أنت عايز كده تجيب ألف فرق به أقول له أيوة المصفوفة ألف عبارة عن إيه تلاتة اتنين سالب واحد صف نقص المصفوفة بيه عبارة عن إيه اتنين اتنين سالب واحد سالب واحد افكرك الاول هو يترى كان فيه شرط ضروري ومهم عند اجراء عملية كل من الجمع والطرح ايوه كان افكرك عند اجراء عملية الجمع وطرح المصفوفات كان فيه شرط طبعا ايه هو حبيبي فاكر يقول لي ايوه افتكرت لازم يكون المصفوفات ملها على نفس النصر طبعا وشرط الضرب قلت من شوية شرط الضرب قلناه من شوية طيب في الجمع والطرح فيه شرط طبعا ايه الشرط ان يكون المصفوفات اللي بتتجمع او بتتلح ملها على نفس النصر كلام رائع جدا طيب ما قالف عن نصر بالتين في التين وانا بيه عن نصر بالتين في التين يمكن اجراء عملية الطرح ازاي يقول لي بيطلح العناصر المتنظرة صف اول عمود اول مع صف اول عمود اول نظيره من المصفوفة الاخرى تلاتة ناقص اتنين ايوة واحد اتنين ناقص اتنين صفر سالب واحد ناقص سالب واحد يقول لي ايوة سالب في سالب بموجب يعني سالب واحد وموجب واحد يديني صفر صفر ناقص سالب واحد سالب في سالب بموجب واحد مع الصف يديني واحد حد فاكر شكل المصفوفة الناتجة يقول لي الله ده المصفوفة دي انا فاكرها مصفوفة مربعة ايوة على النصر بالتين في اتنين ايوة وعناصر القطر الرئيسي وحايد طيب عناصر القطر الاخر بصفار حد فاكر اسمها ايه ايوة الله عليكم اسمها مصفوفة الوحدة طبعا برمز لها بالرمز اي قلنا في مصفوفتين جمال جدا مصفوفة الوحدة ايوة هي مصفوفة مربعة ايوة وعناصر قطرها الرئيسي وحايد طيب وبنية العناصر اسفار تسمى المحايد الضربي يقول لي الله محايد ضربي يعني ايه يعني لو ضربتها فاي مصفوفة ليس لها تأثير في عملية الضرب اقول لك الف اي ايوة هي نفسها اي في الف ايوة بتساوي ايه بتساوي الف المصفوفة به ضرب اي بتساوي المصفوفة اي اللي هي مصفوفة الوحدة ضرب المصفوفة به ايوة بتساوي المصفوفة به يبقى مصفوفة الوحدة ليس لها تأثير في عملية الضرب اتكرنا ايوة يبقى ايوة يبقى عبارة عن ايه مصفوفة مربعة عناصر القطر الرئيسي وحايد وبقيت العناصر بصفار يقول لي كلام جميل جدا تعال تمن مسألتنا بقى المسألة بتقول ايه المصفوفة الوحدة ايوة ايوة ايه عبارة عن ايه يقول لي عبارة عن ثلاثة سالب واحد اتنين سفر ده انا بعوض عن مين على المصفوفة لها فألف طيب الاف فرق به الاف ناقص به تلعط بايه عندي يقول لي تلعط بايه خلاص عرفتنا يبقى قولنا كده اي مصفوفة ضرب باي يدين ايه يديني ايه حبيبي يديني نفس المصفوفة اللي عبارة عن ثلاثة سالب واحد اتنين سفر كده حصلت على مين على المصفوفة ايه على المصفوفة سين يقول لي لأ ده هو مش عايز سين ده هو عايز سين مد قولنا مدور المصفوفة بعمل إيه إنت أقولي بقى أنا جبت المصفوفة ألف أنا طالبت منك المصفوف dislike لا ده أنا طالب منك مدور المصفوف dislike يقولي سهلة إنت عايس تدور أيوه يقولي سهلة أحول الصفوف إلي أعمدة أو الأعمدة إلي صفوف يعني الصف الأول يتقلب عمود أول في الصف الثاني يتقلب عمود تاني حلو الكلام الصف الاول ثلاثة اثنين يتقلب عمود اول ثلاثة اثنين الصف التاني سالب واحد سفر يتقلب عمود تاني سالب واحد سفر كده حصلنا على المصوفة المطلوبة حلو الكلام ورأى الكلام لما امشي خطوة خطوة وتمتع وانا بحل ليه عشان اقدر افهم رياضة وحب الرياضة وحل الرياضة الحاجة لو في انتهى هتحبها لكن طول ما هي صعبة وكلاكيع والغاز عمري ما هفهم حاجة وعمري ما هحبها يبقى سنة سنة مع بعض حبيبي سنة سنة ونفهم ونحاول نقرب لان دي مهمة ومعاك في تانية كمان الواحد يقول لي لا ده انا ادبي مش عايز رياضة ايوة ما انت ممكن تخش كله التجارة هتحتاج الرياضة برضه يبقى حاول تعلم نفسك بقى ما انت ممكن من ادبي تخش كله التجارة يبقى برضه محتاج الرياضة تحاول تركز معانا كلا سنة سنة وانساء الله تبقى كل حاجة زي الفل تعالك انا تشوف السؤال اللي بعده انا نخش الوقتي على القطاع الدائري انا عاد اللي هو جزء من سطح دائرة هو جزء من سطح دائرة محدود بإيه يقول لي أنصاف أكتار في الدايرة أدي مركز الدائرة ميم وعملت أنصاف أكتار في الدايرة أدي ميم ألف وميم به أنصاف أكتار في الدايرة أدي نق ودي نق وألف به عبارة عن إيه عبارة عن طول القوس الأصغر المقابل للزاوية المركزية الصغرى ألف ميم به حلو الكلام عمل ايه بقى بص المنطقة دي عاملة ازاي اللي انا بظللها دلوقت دي عاملة زي حتة الجبنة ناستو يبقى حتة جبنة ناستو عبارة عن ايه بقى يقول لي عبارة عن قطاع دي ايه محدود بايه انصاف اكتار نصفي قطرين من الدايرة ويه تاني وقوس من الدايرة نصفي قطرين ايوة وقوس من الدايرة ايوة عمل لك زي حتة الجبنة ناستو تسمى قطاع دائري حلو الكلام والله انا عندي حاجة اسمها قطاع دائري اصغر وقطاع دائري اكبر انت بقول عليه قطاع دائري اصغر اذا كانت زاوية القطاع اقل من مية وتمانين درجة الله حلو الكلام يقول لي يا فين زاوية القطاع الزاوية المركزية الف مين به المقابلة للقوس لام القوس الف بيه الاصغر هو القوس القطعة القطاع الدائري الاصغر يبا دا قوس القطاع ايوة يقابل زاوية مركزية صغرى ليه الف مين به ليه انت صغرى لان قياسها اقل من مية وتمانين درجة ويسمى قطاع دائري اصغر تاني مكونات القطاع يقول لي نص قطر ونص قطر وتلقص من دائرة مكونات القطاع نقو نقو لام مكونات القطاع الدائري نقو نقو لام حلو الكلام انت يسمى قطاع دائري اصغر اذا كانت زاوية القطاع الزاوية المركزية للقطاع قياسها اقل من مية وتمانين درجة طيب لو كانت اكبر تسمى قطاع دائري قو اكبر او قطاع دائري اكبر اللي هو مقابل لزاوية الف مين به المنعكسة يقول لي ايوة يبقى ده القوص الكبير اللي برا شايفينه يقابل القوص الاكبر الف به حطت سين هنا يبقى القوص الف سين به اسمه قطاع دائري اكبر ليه يقابل مركزية منعكسة يعني ايه منعكسة يعني القياسها اكبر من مية وتمانين طيب خدنا قانونين في القطاع الدائري قلنا كده قوانين القطاع الدائري عشان حبايبي يفتكروا معايا قوانين القطاع الدائري اول قانون قلت لك كده عايز طول محيط القطاع الدائري يقول لي حلو كلام المحيط يعني انت عايز الجزء الخارجي ايوة يا بص كده يمشي معايا اهو اقولك القطاع ميم قلب به شايف كده يمشي معايا بقى كده يقول لي ايوة نق زائد لام زائد نق حلو الكلام نق ونق كام اتنين نق زائد لام يبقى الكلام مش عايز حفظ لانت لو رسمتها قدام عنيك مش محتاجة حفظ لو طالب منك طول محيط القطاع يقول لي اتنين نق زائد لام واحد الطول طبعا حلو الكلام انت اشتغل بالصيغة الاولى الصيغة الاولى بمعلومية طول القوس وطول نص خطر الدائرة اشتغل اقول لي كده اوجد مساحة القطاع الدائري يقول لي والله عند صورتين الصورة الاولى نص لام نق طب الصورة التانية نص سي تدائري نق تربيع انت اشتغل بالصيغة الاولى اذا كان معلوم عندي طول القوس طول القوس مع طول نص خطر الزاوية مع طول نص خطر الدائرة عندك لام نق ايوة اشتغل بالصيغة الاولى مساحة بتساوي ايه نص لام نق حلو الكلام سهل الكلام طيب لو كان عندي بقى زاوية القطاع ونص خطر دائرة القطاع اعمل ايه اشتغل بالصيغة التانية ليه ايه نص سي تدائري نق تربيع قد بالك بالكلام انا بقولك سي تدائري يعني ايه يعني قياس الدائري لزاوية القطاع يقول لي ايوة يعني هو لو مديني قياس ستيني لازم احوله الى قياس دائري يقول لي ايوة فرضا مديني الزاوية المركزية لزاوية القطاع ستين درجة يقول لي ايوة حولها لأول تقدير ايه دائري ازاي اضرب في باي على 180 افتكرت ولا لسه يقول لي ايوه 60 في باي على 180 ايوه يعني تكافئ باي على 3 حولتها من تقدير 60 للتقدير الدائري يبقى 3 حاجات مهمين في القطاع يا حبيبي واحد محيط القطاع اتنين ناقد ادلام اتنين مساحة القطاع يقول لي عنده الصورتين الصورة الاولى مص للنق اشتخدمها امتى اذا علمت طول القوس وطول نص قطر دائرة القطاع طب الصيغة التانية نص سيت دائري نق تربيع اشتغل بها امتى اذا علمت القياس الدائري لزاوية القطاع طب لو الدكس التيني حولها دائري فيه نق تربيع اللي هو مربع طول نص قطر الدائرة حلو الكلام كده افتكرنا قواني القطاع ايوه تعالوا شو مع بعض تمرين بقول لي اذا كان عندي قطاع دائري طول قوسه ايوه يعني مديك ايه مديك لام طول قوسه كام طول قوسه بساوي 8 سنتي يعني مديني لام بتساوي 8 سنتي وطول نص قطر دائرته 6 سنتي يعني مديني اخد بالك عشان ممكن يخمني في الحتة دي يقول لي يخمني ازاي اقول لي كده طول قطر دائرته اتناشر سنتي يقول لي ايوه ده وداني طول القطر انا مش عايز القطر ده طول القطر كله يعني كام يعني اتنين نق انا عايز نق واحدة يقول لي اه سمطول القطر على كام يا حبيبي الله عليكم على اتنين اجيب نص قطر دائرة خد بالك ادك نص القطر صريح خلاص زي ما عمل كده عايز يلعب معايا وقول لي طول قطره بتناشر ايوه انا بقى مسحسح ومركز قول له ايوه ده انا عايز نص القطر يبقى سمط القطر على كام على اتنين يبقى النق بتساوي 6 عايز بساحته يقول لي حلوة الكلام وسهل الكلام اطبق الصيغة الاولى ولا الصيغة التالية قولي انت بقى الله عليكم اطبق الصيغة الاولى للمعلوم عندي اللام والنق طب المساحة بتساوي ايه اقول له المساحة بتساوي نص اللام نق يعني بتساوي نص اضرب 8 فيه النق ب6 اختصر بقت 4 ب6 24 سنتمتر مربع والاختيار عندي رقم جيم اظن ما فيش اسهل من كده تعالوا مع بعض نشوف كمان تمرين رجعنا تاني المصفوفات بقول لي عندي مصفوفاتين الف و به حيث المصفوفة به بتساوي 3 امثال المصفوفة الف الله يعني المصفوفة به بتساوي 3 فيه المصفوفة الف قبل ما كمل بقيت السؤال تقدر تستنتج ايه عندك مصفوفة بتساوي 3 فيه مصفوفة اخرى يعني تساوي 3 امثال مصفوفة اخرى استنتج ايه انا سامح حد كده شاطر بيقول لي ايوه اقدر اقول ان كل عنصر من عناصر المصفوفة به ماله بقى الله عليكم 3 امثال نظيره من المصفوفة الف حلو الكلام تاني تاني تعالي اجتبع كلام مع بعض فرض الالف عاملة كده اهو المصفوفة الف ايه انا افرضها من عندي هخليها عنصب التين في التين مثلا الف واحد 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 التين التين واحد التين التين فكر قلنا ردبة اي انصر عبارة عن رقمين الرقم الاول رقم الصف الرقم التاني رقم العمود واحد واحد يعني صف اول عمود اول افتكرنا واحد التين صف اول عمود تاني التين واحد صف تاني عمود اول تب تلت اتنين صف تاني عمود تاني حلو الكلام طيب وكانت المصوه به بتسوي به واحد 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 اتنين دين واحد دين اتنين قال ليه يبقى المصوه به تسوي تلاتة المصوه الف الله يعني المصوه به تلات امثال المصوه الف يقول لي ايوه يبقى كل عنصر من عناصر المصفوفة به ماله ماله تلت أمثال نصيره في المصفوفة الأخرى حلو الكلام يعني أقول لك كده العنصر به واحد التين شايفينه إيه علاقته بألف واحد التين أيوة يساوي تلاتة ألف واحد التين حلو الكلام حلو الكلام طيب أقول لك كده العنصر العنصر به التين واحد العنصر به التين واحد يقول لي ايوه اللي بيقع في الصف التاني عمود اول ايه علاقته بنظيره ايه علاقته بنظيره قده ثلاث برات ثلاث امثال العنصر الف اتين ثلاث امثال العنصر الف اتين الف اتين واحد حلو الكلام جبت الثلاثة دي منين انا انا جبت الثلاثة دي منين هو قال لي في المعطى قال لي المصفوفة بيه بتساوي ثلاثة ضرب المصفوفة الف يعني المصفوفة بيه ثلاث أمثال المصفوفة ألف يقول لي أيوة استنتجنا استنتاج رائع جدا أن كل عنصر من عناصر المصفوفة به ماله ثلاث أمثال نظيره في المصفوفة ألف يبقى العنصر به واحد اتنين يساوي ثلاثة العنصر ألف واحد اتنين طبعا طبعا العنصر به اتنين واحد أيوة يساوي ثلاث أمثال نظيره يساوي ثلاثة العنصر ألف اتنين واحد طيب فين السؤال تعالوا نشوف السؤال بقول لي تالي الحدوثة تالي من الأول عند مصفوفتين ألف وبيه حيث المصفوفة بيه بتساوي تلاتة ضرب ألف وكان به واحد التين زائد به التين واحد الله ده دول عنصرين من اين عنصرين من المصفوفة ايه عنصرين من المصفوفة ايه من المصفوفة بيه هلو الكلام مجموعة بيساوي كام اتناشر عايز ايه عايز مجبوعة لعنصرين ألف واحد اتنين اتنين واحد الله حلو الكلام رائع الكلام وأنا مش هحلها إنت اللي هتحلها هسميت لك دلوقتي تعال معايا كده قلنا به واحد اتنين ما علاقته بألف واحد اتنين أيوا الناس اللي مسحصحة والناس اللي مركزة أيوا الله عليكم أشيل به واحد اتنين وحط إيه تلاتة ألف واحد اتنين رائع جدا زائد به اتنين واحد ما علاقته بنصيره في المصفوفة ألف يقوللي تلاتة أمثاله يبقى ثلاثة ألف اتنين واحد حلو الكلام الله طب الكلام ده كله بيساوي كم يا حبيبي في المعطة بيساوي اتناشر طب هو مش عايز كده ده هو عايز ألف واحد اتنين زائد ألف اتنين واحد يقوللي الله يبقى ناخد ثلاثة عامل مشترك خد ثلاثة عامل مشترك او اقسم كل الأطراف او طرفي المعدلة اقسمه على تلاتة اقسمه على تلاتة ألف واحد اتنين اقسمه على تلاتة ألف اتنين واحد وتنسى تقسم الطرف الأيمن وتنسى تقسم العشر يبقى اربعة يبقى الملطوب بتاع الاختيار رقم واحد بكده حبيبي هناخد فاصل قصير ونعود مرة أخرى وإلى اللقاء أبناء ومناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا تاني نكمل مع بعض مراجعة الجبر وحساب المثلثات تعالوا مع بعض نشوف بقية الأفكار احنا قلنا في المتطبقة رجعنا تاني للمتطبقة المثلثية واللي قسمت صحة المتطبقة زاتا سيتا على واحد زاتا تربيع سيتا بتساوي جا سيتا جا تا سيتا واضح جدا لحبيبي هنبدأ الشغل بتاعنا على الطرف الأيمن قلنا أول لقطة في المتطبقة بنعمل إيه بندور على أحد المتطبقات الأساسية اللي احنا عرفناها يقول لي أيوة بنشوف الأول إيه أول متطبقة جا تربيع سيتا زائد جا تا تربيع سيتا لو لقيتها شلو حط كام واحد مركزين معايا المتطبقة التانية واحد زاتا تربيع واحد زاتا تربيع سيتا أشلو حط قا تربيع سيتا المتطبقة التالتة واحد زاتا تربيع سيتا بتساوي قا تربيع سيتا طب تعاني دور مع بعض كلا انا سأل مع حد فرحان بيقول لي الله بص على المقام كلا عندي معي على الورق يقول لي الله ده واحد زاتة تربيع اشألها وحط ايه يبقى الطرف الايه ما بيساوي زاتة تشيتة يقول لي الله واحد زاتة تربيع يقول لي ايوة دي صيغة تلتة بتساوي ايه ايوه قول معايا بتساوي قطع تربيع سيتة يبقى كده الكلام سهل جدا طب بعد كده اعمل ايه الله عليكم ارد كل دل لاصلها هرد كل دل لاصلها يقول لي زاتة سيتة عبارة عن ايه يقول لي عبارة عن جاتة سيتة علاجة سيتة حلو الكلام سهل الكلام يقول لي الله ده قطع في المقام قطع تربيع يقول لي الله طب قطع في المقام هي مين قطع يقول لي قطع مقلوبة جا يقول لي ايوة ابتكرنا القطع هي مقلوبة جا فعلا طب يعني لو قطع في المقام تطلع في البسط بايه تطلع في البسط بجا يقول لي لأ دا انا عايزة اخلي القطع تحت هنا اقول واحد على جا سيتة يبقى تربيع يبقى واحد علاجات تربيع سيتا يقول له ايوه ما هو مقام المقام يطلع بسط يبقى نعلمك لعبة اسهل من كده انا لقيت قطة في المقام ايوه تطلع في البسط بالمقلوب ايه رأيك في اللعبة دي اسهل طيب لقيت قا في المقام قا في المقام ايوه تطلع فوق بالمقلوب تطلع بجتا حلوة اللعبة يبقى يقول له ايوه يبقى هنا دلوقتي عندي ايه انا عندي كلا اقول له هنا الزطة عملتها جات على جا اقول فيه هنا قطة في المقام ايوة تطلع فوق بايه بمقلوبها تطلع بجا طب هنا تربيع يبقى تطلع بجا تربيع يبقى كلا سهلت عليك المأمورية تاني ايوة لقيت قطة في المقام ايوة تطلع في البسط بمقلوبها تطلع بكم تطلع بجا طب لقيت قطة تربيع تطلع بجا تربيع تعالى اختصر يبقى جا تربيع على جا سيتا يبقى التربيع راحك مع الجا يتفضل عندي جا جا في جتا يبقى الناتج عندي جا سيتا جا سيتا وكنا حصلنا على الطرف الايه الطرف الايسر وهو المغتوب انت هيبقى اجمل حاجة عندك وانت حاجة عندك المتبقات انت لما تسمع الكلام اول خطوة بعمل ايه بدور على احدى المتطبقات الاساسية لقيتها ايوة ده في المقام لقيت واحد زات زاتها تربيع سيتا شلتها وحطت ايه قاتة تربيع سيتا طب الخطوة اللي بعدها نرد كل ده للاصلاها قبل لي ايه في البسط قبل لي زاتها شلتها وحطت ايه جات على جا لقيت جات على جا طب في المقام قاتة تربيع قولنا قاتة في المقام تطلع فوق بايه حبايبي يقول المقلوبها مقلوب القطع ايه جاه طب دي قطع تربيع تطلع بجاه تربيع طب جاه تربيع على الجاه يتفضل جاه وفي ايه جنب جنبها هناك في جاتة يبنات الجاف جاتة حصلت على الطرف الايصر وهو المطلوب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده اه حل المعادلة المثلثية ده مش عايز حل بس ده عايز حل عام انا خدنا نوعين خدنا حل معادلة مسلثية عادية وحل عام تعالوا انشوف مع بعض نفتكر اوجد الحل العام للمعادلة المثلثية جاتة سيتا بتساوي واحد يقول لي ايوه ده انا فكرك الاول قلنا ايه قلنا جاتة سمينه يا حبيبي فاكرين يقول لي ايوه سمينها سين جاتة سمينها سين والجا سمينها ساب افكرك قلنا كا £ عملنا ذائلة الوحدة فاكر قلنا كا جاتة سمينها قلنا كا قلنا النقطة دي كام واحد وصفر فاكر سالب واحد وصفر سافر وواحد سافر وسالب واحد قلنا هنا ايه قلنا على السين ايوة قلنا السين تمثل جتة والصاد تمثل جا على دارة الوحدة فاكر ايوة وقلنا زاوية بتاعتها هنا عبارة عن ايه 0 360 هنا 180 هنا 90 هنا 270 او بالتقدير الدائري دين باي هنا باي على الدين هنا باي هنا تلاتة باي على الدين والله يقولنا حاجة مهمة جدا قلنا ايه قلنا امتى الجتال يمين السين امتى السين بتساوي صفر يقول لي على محور ايه على محور الصلاة طب امتى السين بتساوي واحد يقول لي ايوه ايه السين بتساوي واحد ايه يعني قلنا الاحداث الاول يمثل احداث سين السين بتساوي واحد ايوه اقول لك كده انا قلتلك في السؤال حل المعادلة جتا سيتا بتساوي واحد قلنا جتا تمثل مين تمثل السين السين بتساوي واحد فين في الزوج المرتب اللي قدامنا ده شايفينه ايوة السين بتساوي واحد ايوة يعني جتا الزاوية الزاوية اللي هنا الجتا بتاعتها بواحد ته مين الزاوية اللي هنا الزاوية اللي هنا اما صف او ايه يا حبيبي او تلتمية وستين درجة يقول لي هنا بيديني المسألة قال لي جاتها سيتا بواحد اقدر اجيب سيتا يقول لي ايوه سيتا بتساوي ايه سيتا بتساوي صفر درجة او بتساوي تلتمية وستين درجة اللي هي صفر او اتين باي يقول لي الله ده دي الحلول كلها ايوه طبعا احنا قلنا مهم جدا ابص هنا بقى هو عايز ايه قال لي كوجد مجموعة حل المعدلة بسكت ولا عايز حل عام لو قال لي مجموعة حل المعدلة اكتب له كده سفر و تلتمية وستين او سفر و اتين باي خلصت لكن هو بيقولك عايز حل عام حل عام ايوه انت فاجل حل العام يقول لي بيجيبه بصيرة عامة بصيرة ايه عامة يقول لي الله هو سفر و تلتمية وستين الجاتها بتاعتهم بواحد ايوه جاتها سفر بواحد جاتها تلتمية وستين بواحد الله جاتها سبعمائة و عشين بواحد جتا 1080 بوقع الله يعني مضاعفات 360 بس 360 بس يبقى الجتا جتا 0 بواحد ومضاعفات الصفر ايوة زود ايه مضاعفات يعني ايه يقول لي زود دورة مين الدورة ليه التين ايه التين باي او نقص دورة يبقى سالي بالتين باي جتا سالي بالتين باي برضو يديني واحد الله يعني زود دورة او مضاعفات الدورة مين الدورة؟ 360 درجة اللي هي تقابل بالتقدير الدائري اتين باي يبقى زود دورة او مضاعفات الدورة تحصل على زوايا تكافئ الزاوية الاصلية يقول لي ايوة يعني معنى كده هزود اتين نون باي قلنا اتين باي الدورة الكاملة بحط النون حيث نون تنتمي الى صاد يعني ايوة يعني نون بصفر او واحد او اتنين او تلاتة الى مالة نهاية او سلب واحد سلب اتنين سلب تلاتة الى سلب مالة نهاية النون تنتمي لعداد الصحيحة للصف والاعداد الصحيحة المجابة والاعداد الصحيحة السلبة يبقى قلنا كده عايز حل عام ايوة جاتى سيتاب ايه جاتى سيتاب واحد يبقى سيتاب كام صفر او بطلت الماضي ده مجموعة حل عادية تعاني عايز حل عام يقول لي خلاص زود عليها الدورة او مضاعفات الدورة يبقى الصفر زود علي دورة لو Head reass او مضاعفات الدورة يبقى اتنين نون باي يبقى مجموعة الحل بتاعي اتنين نون باي هو الحل العام اتنين نون باي حط لهم بصفر كلا حط لهم بصفر هيديك الزاوية الأولى صفر حط لهم بواحد يديك اتنين باي اتنين باي اللي هي تلتمائي وستين جاتها تلتمائي وستين بكام بواحد حط سلب واحد يديك جاتها سلب تلتمائي وستين نفس الكلام جبها على الآلة يطلع برضو بواحد كلا عملية جميلة جدا وسهلة جدا تعالوا مع بعض نشوف السؤال اللي بعد بقول لي با رجعنا تاني للقطاع بقول لي قطاع دائري محيطه أربعة نق سنتي حيث نقطه نص قطر دائرته اوجد القياس الدائري لزاوية المركزية كلام رائع جدا تاني قطاع دائري محيطه يقول لي الله ده محيط القطاع بيساوي ايه مين يفكرني ايوة محيط القطاع بيساوي ايه يقول لي ايوة اتنين نق زائد لام انا سامح حدي بيقول لي اتنين لام زائد نق حاسم هتتلغبط ارسمها هتلاقي نص قطر ونص قطر ولام العملية سهلة انا سامح حدي بيقول لي اتنين لام زائد نق عكس الكلام هتتلغبط ارسمها يقول لي ايوة افتكرنا حيث دي جيبنا النسطو يبقى نق مع نق مع لام يبقى اتنين نق زائد لام جبت طول محيط القطاع ماله بيساوي اربعة نقق حلو الكلام اقدر اجيب لم يقول لي ايوه اللم بتساوي ودي دي الناحية التانية غير اشارة يبقى اربعة نقق ناقص اتنين نقق يديني كلمة حبيبي يقول لي ايوه ده جمع حدود متشابهة يديني اتنين نقق طب هو عايز ايه عايز القياس الدائري لزوية القطاع يبقى بتساوي ايه يقول لي عايز سيتا دائري بتساوي ايه فاكل من التلمي الاول يقول لي ايوه بتساوي لم على نقق طب اللم بكام اللم جبناها باتنين نقق حلو الكلام على كام على نقق الله طير النقق مع النقق تحصل على سيتا دائري بتساوي اتنين دائري وحصلت على القياس الدائري لزاوية القطاع يبقى ده السؤال هو ده لمحيط القطاع معلوم باربعة نقق حلو الكلام حيث نقق النص قطر الدائري قالك اوجد القياس الدائري لزاوية القطاع القياس الدائري اللي هي ايه يقول لي ايوه عرفها اللي هي سيتا دائري طب سيتا دائري بتساوي ايه يقول لي افتكرتها متنين من الاولاني بتساوي ليه معنى نقق طيب احنا هنا محيط القطاع بيساوي ايه التن نق ده ادلام كان معلوم بكام باربعة نق جبت النق كله في طرف واحد ايوه يبقى اللام بتساوي اربعة نق نقش التن نق بالتن نق جبت طول القوس طول القوس المقابل لزاوة مركزية طول القوس المقابل لزاوة مركزية بيساوي التن نق طيب سيتا دائري بتساوي ايه ايوه لام على نق اللام جبناه بكام بالتن نق على نق النق مع النق يديني التن دائري والاختيار رقم جيم او الاختيار التالت وحصلنا على الحل طيب نشوف السؤال اللي بعده برضو ما زلنا معه القطاع الدائري القطاع الدائري محيطه 10 سنتي الله محيطه انا فاكره ايه المحيط قول لي يالله رد علي يقول لي ايوه اتنين نقزة ادلام بتسوي كام معلومة 10 سنتي طيب وقال لي طول القوس يعني بديني لام بكام بالتين سنتي قول انت بقى يقول لي سهلة قبل ما بص على المطلوب بتاعي اقدر يجيب نقزة دائرة طبعا عود عن لام باتنين عود عن لام باتنين ايوه اقدر يجيب معادلة فيها نقز جميلة جدا يبقى اتنين نقزة بتسوي ايه يقول لي ودي الناحة التانية المجموعة يروح بإشارة مخالفة 10 نقص 2 8 ارسم الطرفين على اتنين يبقى النقزة بتسوي 4 سنتي طيب انا جبت النقز هو عايز ايه هو عايز مساحة القطاع يقول لي احنا خدنا سيغتين لإيجاد مساحة القطاع الصيغة الاولى نص للنق بمعلومية ايه طول القوس وطول نص خطر الدائرة طب الصيغة التانية نص سيتا دائري نق تربيع بمعلومية ايه القياس الدائري لزاوية القطاع وطول نص خطر الدائرة طب انت معلوم عندك ايه معلوم عندك لام ونق اشتغل بالصيغة الاولى يلا معايا المساحة بتسوي ايه ايوة نص لم نق الله عليكم لما بتتكلموا معايا نص فيه اللام بكام يا حبيبي اللام معطب التين النق جاي بنا بكام باربعة لتتم على التين الناتج اربعة سنتيمتر مربع والاختيار الاول حلو الكلام رائع الكلام تعالوا مع بعض لتشوف التمريل لبعد الله مديني الاسمة جميلة جدا ده مديني ايه ده مديني ربع دائرة الله بص الكلام بص الاسمة الشياكة دي ده مديني ربع دائرة الله ادي مركز الدائرة وانا ادي مين الف يمثل طول نص قدر الدائرة ومين به ايضا يمثل طول نص قدر الدائرة يبقى الشكل اللي قدامك يمثل ايه يمثل ربع الدائرة حلو الكلام يعني قلب به القوس قلب به يمثل ربع محيط الدائرة حلو الكلام يقول له الله وانت بتكلم عن ربع دائرة يبقى قياس الزاوية المركزية لربع الدائرة كام ما انت عارف قبل كده مجموعة الزاوية المتجمعة حوالين مركز الدائرة بتسوي كام يقول له 360 عايز ازمع الاربعة فكرتك ايوه يبقى قياس ربع الدائرة بتسوي 90 درجة عاملة زاوية ايه زاوية قايمة طبعا وبينة في الرسمة قياس زاوية القياس الزاوية المركزية لربع الدائرة ايوه بتسوي 90 درجة قائمة طيب انا مديك زاوية تغيرها ب28 ومديك زاوية تانية 26 اقدر اجيب زاوية القطاع المظلل شايف القطاع المظلل انا عايز زاويته يقول لي اه انت عايز تسميها سيتا انت عايز تجيب سيتا ايوه انا عندي جزء الزوية دا كام 28 طبو جزء التالي دا كام 26 درجة الجزء دا 26 درجة طبو جزء دا 28 درجة اقدر اجيب سيتا يقول لي ايوه ما الزاوية الكبيرة كلها 90 درجة اقدر اجيب سيتا يقول لي ايوه سيتا بتساوي 90 مقص مجموعة زاويتين اجمع الزاويتين يدين 54 اجمع الزاويتين 28 26 54 اطرحة من كام اطرحة من 90 نحصل على كام على 36 درجة حلو الكلام جبت زاوية ايه جبت الزاوية المركزية للقطاع الدائري المظلل المطلوب ايجاد مساحته يقول لي خلاص انت عندك سيتا لا ده انا عايز سيتا دائري اجيب سيتا دائري ازاي اقول له ايوه سيتا دائري بتساوي ها احاول التقدير الستيني الى تقدير دائري اعمل ايه اضرب في باية على 180 حلو الكلام يقول لي الله انت بتعمل ليه كده اقول له ايوه من عايز بساحة القطاع عندي ايه المعطى يقول لي ايوه انت عندك زاوية مركزية بالتقدير الستيني وعندك ايه تاني وعندك نص قطر الدائري نص قطر الدائري اللي هي نقب بتساوي كام يا حبيبي اللي هي طول من ألف او طول من بيه هو طول نص قطر الدائري بعشرة سنتي يبقى عندك نقب عشرة ايوه وعندك القياس الدائري ايوه اشتغل بالصيغة الاولى ولا التانية بقى الله عليكم اشتغل بالصيغة التانية اللي هي ايه مساحة القطاع بتساوي نص سيتا دائري نقب تربيع يبقى المساحة بتساوي نص سيتا دائري نقب تربيع تعال عوض معي يبقى نص فيه سيتا دائري ستة وتلاتين في باي على مية وتمانين كل ده في نقب تربيع النقب عندي بعشرة عشرة تربيع وكام يا حبيبي يبقى مية تعالوا اختصر مع بعض صفر مع الصفر التين في تمنتاشر ستة وتلاتين راحت مع الستة وتلاتين فوق يتفضل عندي عشرة باي عشرة باي والاختيار رقم اتنين اظن ما فيش احلى من كده ولا امتع من كده انا بديك دلوقتي ربع دائرة وبقولك اوجد مساحة القطاع المظلل يقولي انا عندي نص قطر دائرة ايه مشكلتك يقولي عايز اجيب زاوية القطاع طب اجيب زاوية القطاع ازاي انا عندي زاويتين صغيرين واحدة بستة وعشرين واحدة بتمانية وعشرين اقدر اجيب الزاوية سيتا اللي هي الزاوية المركزية للقطاع المظلل يقولي ايوه اطرح تسعين من مجموعة الزاويتين جماعة الزاويتين تلقى اربعة وخمسين تلحتهم من تسعين تلقى تستة وتلاتين جيتها بالتقدير ايه الستيني يقول لي القانون عندي بالتقدير الدائري اقول له ماله اضرابها في باي على 180 وهو عتنسى يبقى اشتغل على ايه اشتغل على الصيقة التانية من قانون المساحة اللي هو ايه نص سيتا دائري نق تربيع عوضنا سيتا دائري بكم 36 في باي على 180 النق بكام النق ب10 تربيع ربع 100 اختصر يبقى الناتج عندي 10 باي الاختيار رقم به وتعالوا نشوف السؤال اللي بعده بقول لي اذا كانت المصفوفة اربعة واحد تلاتة واحد ضرب المصفوفة واحد سالب واحد سالب تلاتة افسين سالب تلاتة افسين وبتساوي اي طبعا عارفين اي قلنا مصفوفة الايه مصفوفة الوحدة عارفينها ايه بفكارك ليه العناصر الكتر الرئيسي واحد واحد وبيت العناصر اسفار عايز ايه يا ترى عايز قيمة العنصر سين بيساوي كام يقول لي خلاص انا هضرب دي عن نصم كام في كام التين في التين ودي عن نصم كام في كام التين في التين يمكن يمكن اجراء عملية الضرب ايوة قلنا لازم الاول اشوف نصم الاولى ونصم التانية يا ترى هنا عدد الصفوف يسوي عدد الاعمدة ايوة يمكن اجراء عملية الضرب والمصفوفة الناتجة تكون عن نصم كام في كام ايوة الله عليكم عن نصم اتنين في اتنين يقول لي طب مالوش لازمة بقى فك حصر الضرب كله ليه وضيع وقت ليه انا عايز قيمة سين بس خليك لماح يقول لي انا عايز اجيبها في خطة واحدة عايز اجيبها في لقطة واحدة في لمحة واحدة ازاي يقول لي ايه رأيك انت عايز تدخل السين معانا ايوة ايه رأيك نضرب كده صف اول عمود تاني يقول لي الله طب الناتج عندي هنا ايه اللي انا قلته اللي انا قلته ايه صف ايه صف اول عمود تاني يقابل العنصر كام يا حبيبي الله عليكم يقابل العنصر صف يبقى انا اضرب هنا صف اول عمود اول اضرب معايا كده صف اول عمود اول افكرك اربعة في سالب واحد بسالب اربعة زائد واحد في سين يبقى زائد سين بتساوي كام العنصر المناظر اللي انا قلته هنا العنصر المناظر من مصفوفة الوحدة قلنا صف اول عمود تاني ايدي الصف الاول عمود تاني اللي هو العنصر كامل حبيبي العنصر صف ودي الناحية التانية يبقى السين بتساوي كامل حبيبي بموجب اربعة وحصلت على قيمة سين في لقطة واحدة بدل ما فك الضرب كله هضيع وقت ليه انت فعرض دقيقة واحدة انت تكسب الوقت معاك الوقت والمجهود اللي تتم مع بعض واحدة لماحة انا سمحها بتقول لي انا عندي طريقة تانية انا عندي طريقة تانية ايوه سمعيني الله عليكي طبعا تقول لي ايه رأيك انا اعملها كده صف تاني عمود تاني اخد بالي اللي انا قلت ببقي اشوفه هنا صف تاني عمود تاني يبقى اللي هضربه هنا اسوي بكم يا حبيبي الله عليكو اسوي بواحد صف تاني عمود تاني اضرب معايا طريقة اخرى ايوه دي طريقة واحد دي طريقة اتنين صف تاني عمود تاني الاول في الاول سالب تلاتة زائد التاني في التاني زائد سين بتسوي كم يقول لي ايوه بتسوي كم هنا بقى حبيبي بتسوي واحد طب انا عايز اجيب قيمة سين ودي ده الناحية التانية سالب تلاتة يروح الناحية التانية بكام يقول لي الموجة بتلاتة تلاتة زائد واحد يطلع نفس الحل برضو باربعة اصدل لي مفيش احلى من كده والقامتع من كده تعالوا مع بعض نشوف الفكرة اللي بعدها انا عادي افكرك بالاول بالمحددة عادي افكرك بالمحددة يقول لي اولا المحددة اوجد قيمة المحددة يقول لي الله ده دي خواص جميلة جدا فاكر بص معايا كده خدنا خواص المحددات وخدنا حاجة اسمها ايه المحددة ها المسلسة ايه المسلسة يقول لي ايوة يعني كان فيه تلاتة اصفار موجودين في الركل قال لي ركل الركل اللي مين اللي تحت او الركل الشمالي اللي فوق تسمى الصورة المسلسة تعالوا نشوف معايا بعد كده يقول لي ايوة ده تلاتة اصفارهم عاملين مسلس ايوة فين في الركل اللي مين اللي تحت يبا دي عالصورة ايه عالصورة المسلسة طب افكها زي افكها زي سهلة افكرك ايوة حاصل ضرب عناصر الكتر الرئيسي الله حلو الكلام يعني اضرب سالب اتنين فاربعة فيه سالب تلاتة يبا الناتج عندي ايه سالب اتنين ضرب اربعة ضرب سالب تلاتة اضرب يديني موجب طبعا سالب في سالب بموجب تمانية في تلاتة اربعة وعشرين لاختيار رقم اتنين يبقى اتفقنا المحددة هتكون على الصورة المسلسة امتى لو لقيت مسلس لصفار طيب لقيته فين في اي حتة لا طبعا في الركن اللي مين اللي تحت او الركن ايه الشمال اللي فوق يقول لي طيب افرض لقيتها العكس في الركن اللي مين اللي فوق او في الركن الشمال اللي تحت تعالوا نشوف يقول لي الله ده الكلام حصل العكس انت لسه ايه اللي عليها هل دي عصورة المسلسة يقول لي ايوه ما نشايف مسلس لصفار بس هل هم في المكان اللي قلنا عليه لا المكان اتغير يبقى القانون اتغير احنا قلنا امتى تكون عصورة المسلسة لما لاقي مسلس لصفار بس كده لا طبعا في مكان معين فين في الركن اللي مين اللي تحت او الركن الشمال اللي فوق طب ما كانوا اتغير اقول له ايوه يبقى هديب ايه بقى حاصل ضرب عناصر القطر غير الرئيسي واضربه بسلب واحد اوعى تنسى لقيت المسلس في الركن بتاع اللي انا عارفه اللي مين اللي تحت الشمال اللي فوق ايوه اضرب عناصر القطر الرئيسي وخلصا طيب لقيتوا في وضع بقى العكس لقيتوا في اللي مين اللي فوق او الشمال اللي تحت هضرب عناصر القطر غير الرئيسي واضرب في كم يا حبايبي الله عليكم اضرب في سالب واحد ايوه تنسوا هبدأ بالسالب واحد الاول عشان منساش ها هضرب عناصر القطر غير الرئيسي يبقى سالب ثلاثة في اتنين في سالب اربعة سالب في سالب في سالب يبقى الناتج عندي سالب ثلاثة في تمانية اربعة وعشرين يبقى الاختيار عندي الاختيار الاول خد بالك انا جبت لك المحددة على الصورتين تعاني شوف السؤال اللي بعد بقول لي اذا كان سين مد الكل مد سين مد الكل مد ناقص المصفوفة سين بيساوي نقط يقول له الله ده مدور المدور يديني الاصل الله حلو الكلام سين مد الكل مد افتكر مدور المدور يديك الاصل يعني يديك سين ناقص المصفوفة سين يديني ايه انا سامح حدي بقول يديني صفر حاسم انا مش بطرع عدد ناقص عدد ده مصفوفة ناقص مصفوفة ايوة الله عليك يا بنتي ايوة يديني المصفوفة الصفرية لما يكون بطرح مصفوفتين متساويتين ايوة يبقى ناتج الطرح يديني ايه ايه اهو هتقولي صفر لا يديني المصفوفة الصفرية والاختيار رقم المصفوفة السهلة اللي هي المستطيل الفاضي ده الاختيار رقم كم؟ رقم ألف هو تحط صفر لو حطيت صفر بقت الإجابة خطأ أنا بتعاملش مع أرقام ده أنا بتعامل مع مصفوفات يبقى لما أطرح مصفوفتين متسويتين زي بعض بالزبط أيوة يبقى ناتج الطرح نحصل على المصفوفة الصفرية سلي بعد متبينات النقطة التي تنتمي لمجموعة حل النظام سين أكبر من اتنين سين أكبر من اتنين وصاد أكبر من واحد هي يقول لي سهلة هاجعل عنصر عنصر الأول مين سين التالي مين ماذا زوج مرتب النقطة زوج مرتب يقول لي هاجعل عنصر عنصر الواحد أكبر من اتنين لا يبقى لا تحقق هنا قالك السين أكبر من اتنين هنا السيني كان بالتنين هل التن أكبر من اتنين يقول لي لأ ده هنا مفيش يساوي خلاص يبقى ما ينفعش يقول لي الله انت بابدهرش عصاد ليه مابدهر سين ما حققتش يبقى دهر عصاد ليه نشوف الاختيار رقم جيم السين يبقى كان تلاتة أكبر من الاتنين أيوة تعالوا نشوف الصاد واحد أكبر من واحد لأ هنا فيه ساوي لأ يبقى دي مرفوضة يقول لي وانا مغمض الاختيار الأخير طبعا السين بتلاتة أكبر من اتنين أيوة الصاد باتنين أكبر من واحد أيوة يبقى دي هتحقق يبقى الاختيار رقم دال تعالوا نشوف السؤال اللي بعده بقول لي كده نرجع تالي المعدلة المثلثية وبقول لك اوجد الحل العام للمعادلة زا سيتا بتساوي جزر تلاتة عايز حل عام أيوة تعال حلال أول حل عادي قال لي أيوة زا سيتا بتساوي جزر تلاتة يقول لي أول لقطة عنك على إيه عنك على الإشارة نفتكر قعت الإشارات كل جبار ظالم فاكر الكلام جتا حلو الكلام أنا عندي الزا أيوة يبقى كل دالة مسلسية موجبة في ربعين وسلبة في ربعين الربع الأول كل الدول موجبة يبقى الجا موجبة فين الصين موجبة فين أول وثالث سلبة أول وثاني أول وثاني الجا موجبة أول وثاني سلبة تلات ورابع الجاة موجبة فين أول ورابع سلبة تلات وثالث الزا موجبة فين أول وثالث سلبة تلات ورابع على الرسم نجيبها على الاربع نجيبها بقول لي زا سيتا بتساوي جزل ثلاثة يقول لي ايوة اشارة الزا مجابة يبقى زاويتك وقعة فين اقول لي اشارة الزا مجابة يعني معنى كده السيتا السيتا اللي هي الزاوية تنتمي للربع الاول او ايه او التالت تعانجيبي الحده الحده بجيبها ازاي افتكرت بلعب القيمة المجابة يقول لي حتى لو كان فيه سالب بنسى السالب ولعب القيمة المجابة شفت تان تطلع بستين درجة يقول لي ايوة زا ستين بجزل ثلاثة او باي على ثلاثة سواء بالتقدير الستيني او بالتقدير الدائري يبقى جدت الزاوية الحده ايوة طب سيتا وقعة فين الربع الاول يعني السيتا ايه السيتا حده اللي هي كم درجة ستين درجة او السيتا بتساوي ايه يقول لي في الربع التالت عبارة عن ايه الربع التالت ها مية وتمانين ازود عليها الحده افتكرتوا حبايبي مية وتمانين زا ستين تساوي ميتين واربعين درجة تبدي تقابل ايه بالتقدير الدائري يقول لي ايوة تقابل باي على ثلاثة شتين درجة تقابل باي على ثلاثة بالتقدير الدائري طب هنا يقول لي ايوة باي زاعت باي على ثلاثة يعني بتساوي اربعة باي على ثلاثة يبقى 240 تقابل بالتقدير الدقيلة 4 باية على 3 يقول له الله لانا عند زويتين لو هو مش عايز الحل العادي لو قللك اوجد مجموعة حل المعادلة زر سيتا بتساوي جزل 3 قلت له مجموعة الحل 60 و مجموعة 60 درجة و 240 درجة صح وكون متأكد ايه انه واقع جوه المجال لشنطة سيتا فاكر طب ده هو عايز حل عام ما سيبش الحل كلا وامشي عشان اجيب الحل العام في مسائل الزا بعمل ايه افتكر بقى ااخد الزاوية الصغرى عشان اجيب الحل العام في مسائل الزا في المعادلة المثلثية اللي فيها الزا اعمل ايه ااخد الزاوية الصغرى وزود عليها مضاعفات نص الدورة مين نص الدورة باي من مضاعفاتها نون باي حيث نون تنتمي الاصار تاني تاني عندي معادلة ده المثلثية فيها زا وبقول لك عايز مش عايز حل عادي لا ده عايز حل عام لو قال لي الحل العادي خلاص قال لي الزا بتساوي جزر ثلاثة جبت مجموعة الحل ستين درجة ومتين واربعين درجة لا ده م rele لو عايز حل عادي يقول لي خلاص اعمل ايه اجيب الزاوية الصغرى مين الزاوية الصغرى اللي هي ستين اللي هي مين برضو اللي هي باي على التلاتة يبقى الحل العام جيب بالحل العام فيها الزاوية الصغرى وزود عليها نص الدورة من نص الدورة باي او مضاعفات نص الدورة يبقى نوم باي يبقى زائد نوم باي كده جبت الحل العام بتاعي ما لغبتش ايه وقتت لغبة تعانشوا بالحل قال لي تسعين زائد نوم باي طبعا لأ هنا باي على التلاتة ليه ايه ستين زائد اتنين نوم باي الله ده هنا زود ايه زود دورة كاملة او مضاعفات الدورة لا طبعا طب باي على ستة اللي هي كام اللي هي تلاتين هنا زود مضاعفات ايه مضاعفات الباي يعني مضاعفات نص الدورة هو هنا زود صح لكن جايب للزاوية غلط خد بالك وصحة باي على ستة بتلاتين لكن انا زودت بكام بستين اللي هي باي على ايه باي على تلاتة واللي اختار بتاع ايه رقم دال باي عالتلاتة لستين درجة زي ابنون باي يعني ايه يعني مية وتمانين درجة لنص الدورة او مضعفات نص الدورة حلو الكلام جميلة جدا المثلثات لما بتركز لما بتركز نشوف السؤال اللي بعده هنتكلم مع حل المثلث القائم هو قال لي قالب به جيه مسلث قائم الزاوية في به وكان معلوم عندي قالب به بخمسة سنتي وبه جيم قالب به بخمسة سنتي وبه جيم بخمسة جاز ثلاث حل المثلث قلنا كلمة حل المثلث او اوجد العناصر المجهولة قالك اوجد قياس زاوية جيم واوجد قياس زاوية ألف ايه اللي معلوم عندك معلوم عندي مسلث قائم فيه قائم في به معلوم عندي ألف به هنا بخمسة سنطي معلوم عندي بهجيم خمسة جزر ثلاثة سنطي اقولك الى السؤال اوجد قياس زاوية جيم اوجد قياس زاوية ألف اوجد طول ألف جيم او ما قلتش ولا حاجة من دول اقولك حل المثلث ألف بهجيم هو نفس الكلام حل المثلث يعني ايه اوجد جميع العناصر المجهولة سواء كانت زوايا او اضلاع حلو الكلام انا عايز اجيب زاوية جيم ايوه اوقف عن زاوية جيم زاوية ايه حدا الله فين المقابل لزاوية جيم يقول لي خمسة مين المجاور لزاوية جيم يقول لي خمسة جزر ثلاثة ايه رأيك بلعب مقابل على مجاور يقول لي الله حلو الكلام مين المقابل على المجاور يا ترى هي الجاة ولا الجتة ولا الزاء اقول انت بقى الله عليك هي الزاة طبعا اللي هي التان بتساوي مقابل على مجاور ويفتعى نزاوي الجيم ايوة المعلوم عندي ايه المقابل قالب به طوله كام خمسة يبقى زاة جيم بتساوي ايه خمسة مقابل على المجاور خمسة جزر ثلاثة اختصر يبقى واحد على جزر ثلاثة الله حلو الكلام يقول له الله جيم وجابة اول وثالث لا يا حبيبي انت عارف ان زاوي الجيم حدا خلاص يبقى في الربع الايه في الاول تبقى لماح سامح حدا قال لي ايه قال لي زاة جيم بتساوي واحد على جزر ثلاثة اللي ان شاء الله مجابة يبقى الزاوية بتقع ربع اول وثالث كلامك منطقي لكن خد بالك بص على زاويتك زاوية تجيب زاوية ايه زاوية حدا يبقى تقع في الربع الثالث والربع الايه الاول وارفض الربع الثالث حلو الكلام هعمل شفت تان جبت الحد ده تلعت بكام تلاتين درجة يبقى قياس زاوية جيم بتساوي تلاتين درجة عمتها بالتقدير قد ايه يبقى على ستة صح بالتقدير الستيني تلاتين درجة برضو صح يقول لي حلو الكلام انا جبت جيم اقدر اجيب قلب طبعا حبيبي ايه علاقة قلب بجيم يقول لي ايوة ماه مجموعهم بيساوي تسعين درجة انا سامح حد بيقول لي انا اجمع جيم اللي هي بتلاتين مع التسعين يديني مئة وعشرين اطرحها من مئة وتمانين مجموع قياسات زاوية داخلة للمسلس يديني ستين درجة تبقى ليه اللفة ليه اللفة ليه انت عندك مسلس قائم ايوة يبقى عندي زاويتين الاخريتين ما لهم حدتين متتمتين يعني اللفة بتتمم جيم يقول لي ايوة انا جيم جبتها بكام جبتها بثلاتين درجة يبقى اللفة بتتممها يبقى اللفة بتساوي تسعين مئة تلاتين ستين درجة يعني كان نهاباية على تلاتة طيب الملطوم التالت عايز الف جيم والله الف جيم اجيبه باكتر من طريقة انا سامع ناس شطار بقول لي ممكن العب في سغورس هربع 25 هربع 25 في كان 25 في ثلاتة 75 و25 مئة هات الجز عشرة جبتها عن طريق في سغورس صح صح واحد تاني قال لي انا هلعبها هقف عند زاوي الجيم وهلعب جا جا بتساوي ايه مقابل على وطر يعني جا جا كام جبنا جيم بكام وقلنا بتلاتين جا تلاتين مقابل على وطر مين الوطر الف جيم اطلع فوق يقول لي ايوه جا تلاتين بنص يبقى اضرب هنا معاص يبقى الف جيم بتساوي اتنين في خمسة وعشرة صح واحد لماح بقى واحد لماح واحدة شطرة قلت لي طب ما انا اقدر اجيبها من غير ده كله اقول لها ازاي تقول لي اه ده الزاوية جيم بكام درجة اقول لها بتلاتين درجة تقول لي الضلع المقابل لزاوية تلاتين ماله الله عليكم يساوي نص طول الوطر الطول الضلع المقابل لزاوية تلاتين درجة يساوي نص طول الوطر الضلع المقابل لتلاتين بخمسة يبقى الوطر بكام الله عليكم يبقى الوطر بعشرة سنتي وهو المطلوب حلو الكلام باستخدام طريق كرامر الله حلو الكلام هنفتك المحددات تاني وحل المعادلات معادلتين من الدرجة الاولى في متغيرين او تلات معادلات من الدرجة الاولى في تلات متغيرات كده او كده اعمل محدد من الردبة التانية او محدد من الردبة التالتة لو كان فيه تلات متغيرات ويقول لك باستخدام طريقة كرامر فلما طلب منك يبقى لازم اشتغل بطريقة كرامر اللي هو باستخدام المحددات اوجد بجموع تحل النظام القاتي بيديك نظام معدتين يقول لي اولا لازم ارتب اجيب السين وصد في طرف والحد المطلق في طرف السين وصد في طرف والحد المطلق في طرف يعني اتنين سين حاول الناحية التانية يبقى ناقص سبع صال بتساوي ثلاثة المعدلة الاولى عزلات تديه سلب سين تيجي لحد بكام بموجب سين زائد صاد زي ما هي في الطرف الايمن بتساوي كام بتساوي خمسة يبقى رقم واحد اثبت معدلاتي يقول لي ايوة بجمع السين وصد في طرف والحد المطلق في طرف والسين تحت السين والصد تحت الصاد والمطلق تحت المطلق يبقى العملية مرتبة عشان احل المعادلتين من الدرجة الاولى في متغيرين باستخدام كرمر باكيب كم محدد باجيب ثلاث محددات اولا محدد المعاملات ويسمى او يرمز له بالرمز دلتا وبعدين اجيب محدد السين ويرمز له بالرمز دلتا سين وبعدين محدد الصاد ويرمز له بالرمز دلتا صاد تعني اجيب المحدد الاول يقول له ايوه محدد المعاملات معامل السين اتن واحد معامل الصاد خد بالك بالإشارات سالب سبعة واحد تاني دلتا هو محددة المعاملات معامل السين اتن واحد معامل الصاد سالب سبعة واحد خد بالك بالإشارات الجبر إشارة لو فرقت معك إشارة بهدلت الدولية ركز معايا حبيبي طيب عشان أجيب دلتة سين بعمل إيه يقول لي أيوة أشيل عمود السينات من الدلتة وحط مكانه لحد المطلق طب الصادي ينزل زي ما هو طب عشان أجيب دلتة صاد شيل عمود الصادي من الدلتة وحط مكانها لحد المطلق طب السينات زي ما هو حلو الكلام تاني دلتة سين أعمل إيه أشيل عمود السين من الدلتة وحط مكانه لحد المطلق طب دلتة صاد شيل عمود الصاد وحط مكانه لحد المطلق وحط السين زي ما هو تعالوا نفك اتن في واحد باتنين ناقص سالب سبعة في واحد بسالب سبعة في سالب القانون بقى موجة بسبعة بتسوي تسعة لا تسوي صفري يعني عندك حل دلتة سين تعالوا فك معايا تلتة في واحد تلاتة ناقص قانون سالب سبعة في خمسة سالب خمسة وثلاثين وفيه سالب موجة في خمسة وثلاثين جمع تمانية وثلاثين تعالوا فك اللي بعده التلتة في خمسة بعشرة ناقص تلاتة في واحد تلاتة بتساوي سبعة اقدر يجيب السين يقولي ايوة دلتة سين على دلتة يعني تمانية وثلاثين على التسعة اقدر يجيب الساد يقولي ايوة دلتة ساد على دلتة يعني سبعة على تسعة ومجموعة الحل الزوج المرتب 38 على التسعة و 7 على التسعة يمثل مجموعة الحل ولو عوضت بالقيم سين وصاد في الطرف الأيمن هنحصل على الطرف الأيسر يعني هتحقق المعادلة تعالوا مع بعض نفتكر الارتفاع والانخفاض بقول لي من قمة صخرة اللي هي السوداء اللي قدامنا دي من قمة صخرة ارتفاعها 180 متر يبقى هنا قدامك هو يبقى هنا ألف ألف بيه يمثل ارتفاع الصخرة من قمة صخرة ارتفاعها 180 متر عن سطح البحر قيسة زوية الخفاض قارب يبعد 300 متر عن قاعدة الصخرة يقول لي أيوة يبقى عند النقطة جيم انت شايف ايه شايف القارب عند نقطة جيم يبعد مسافة 300 متر عن قاعدة الصخرة اللي هي نقطة به القارب عند جيم يبعد مسافة قدرها 300 متر عن قاعدة الصخرة به اللي هي ارتفاعها كام؟ ارتفاعها 180 متر عايز ايه أنا واقف عند ألف وبصت على القارب بزوية ايه؟ طبعا قلنا من مكان أعلى لمكان أقل بعمل ايه؟ من موقع أعلى لموقع أقل هبص إزاي؟ هبص كده؟ أيوة يبقى بصت لتحت؟ أيوة تسمى زاوية الخفاض كما جيبها ازاي؟ شعائين ما ابدأ رسم زاوية الارتفاع أو الخفاض واحد زاويتك مطرح ما انت واقف اتنين أعمل بصتين بص قدامي ويسمى شعاع أفقي وبص على الهدف ويسمى الشعاع الراصد يبقى أنا هعمل بصتين مرة هبص قدامي أهو ويسمى شعاع أفقي يقول لي آه ده موازي للأفقي اللي تحت والبصة التانية هبص على الهدف هبص على القارب جيم هعمل شعاع راصد هبص على الجسم المرسود هبص على الهدف عملت بصتين زاويتك مطرح ما انت واقف قادي سيتا شايفينها يا حبيبي؟ أيوة اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي قياس زاوية الارتفاع بالتبادل يعني لو انت واقعت في القارب جيم وبتبص على قمة الصخرة هتبص على بايه؟ بزاوية ارتفاع تساوي نفس زاوية الخفاض طيب هو عايز سيتا؟ أيوة اللي هي زاوية ايه؟ الارتفاع وفي نفس الوقت زاوية ايه؟ الخفاض عايز سيتا؟ أيوة اللي معلوم عندك 180 تمثل ايه؟ مقابل طيب 300 مجاور هلعب مع مين؟ لسه إلنها هلعب مع أزاة؟ يبقى أزاة سيتا بتساوي ايه؟ مقابل على مجاور ها؟ ها؟ شفت تان 180 تمثل ايه؟ وعمل شفت تان يساوي كمه وطلع الزاوية بتاعتنا قال لي ما مقدار الزاوية بايه؟ قال لي بالريديان أنا أول حاجة وانت كده على الآلة شفت تان شفت تان 180 على 300 تلعب بتقدير الستينة أضربها في باي على 180 حصلنا على 54 من 100 دائري وبكده يا حبيبي وبكده يا حبيبي عملنا مراجعة جميلة جدا النهاردة وتشكيلة من الجبر مع المثلسات والحلقة الجاية إن شاء الله هنستكبل المراجعة في فرع الهندسة وفي نهاية الحلقة أتمنى لكم أنا وكل زملائي في برنامج وكل فريق العمل النجاح والتوفيق دايما مع برنامج مدرسة على الهوى وبرنامج سر التفوق وإلى اللقاء في الحلقة خدمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته